بدأ اليوم انطلاق عربات متر الأنفاق من محطة جامعة القاهرة التبادلية مما أعطى بداية مثمرة لإفتتاح خمس محطات جديدة تنضوي تحت المرحلة الثالثة من خط الثالث للمتر وتعتبر هذه الخطوة الجديدة إنجازا بارزا في تطوير البنية التحتية للمدينة إذ تأتي هذه المحطات كخطوة أخيرة في توسعة هذا الخط الحيوي عند دقات الساعة الخامسة من فجر اليوم انطلقت عربات متر الأنفاق من محطة جامعة القاهرة التبادلية لإفتتاح خمس محطات متر بالمرحلة الثالثة للخط الثالث والتي تعتبر آخر مراحل الخطة والله مشروع جميل جدا وكفاية أنه ربط البلد كلها اتصرف عليه فلوس كتير أه بس الشعب هستفيد جدا 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 الأسعار حي وقويسة بالنسبة لسهر التسكرة حي وقويسة بالنسبة لأي راكب عموما وإن شاء الله دام بتوفيق دام إن شاء الله يا رب دائما وفتزال الجديد طبعا بصراحة وفرت وقت كتير ومجهود بالنسبة لكبار السن كمان يعني أنا كنت بنزل أغير من العتبة وعشان نروح هارون في مصر الجديدة دي وفرت لوقت التغيير ونزول والطلوة دي أحسن وفي جولتنا الميدانية بالمحطات الجديدة رصدنا نسب التنفيذ بخطوط السير من محطة جامعة القاهرة وحتى محطة التوفيقية والتي تمتد بطول سبعة كيلو متر مرورا بشارع واد النيل وجامعة الدول العربية ده أحسن حالة وتسهيل لكل الركاب وتمام تمام يعني وأنا كنت بغير من العتبة ودلوقت أسهل لأنا بكتير وتشمل المرحلة الجديدة من متر الأنفاق خمس محطات ثلاثة منها محطات نفقية ومحطتان علوياتان وبذلك يصل الخط الثالث من محطة عدل منصور التبادلية المركزية بالسلام حتى محوى الروض الفرق وجامعة القاهرة تشارك مصر في الاكتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا وفي هذا الإطار عقدت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي راني المشاط جلسة مباحثات مع رئيسة البنك أودل رينو باسو لمناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده في يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين وأشهدت رئيسة البنك الأوروبي بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود تعزيز إدارة الشراكة المملوكة للدولة